تحركات أمريكية سريعة في الأربعة والعشرين الساعة الماضية على رأسها اجتماع جو بايدن مع فريق الأمن القومي لمناقشة طرق ردع العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا والتنسيق مع الحلفاء الذين يباصلون بدورهم إرسال المساعدات العسكرية والتي قدرت بمئة طن من الأسلحة الجانب الأوروبي أعلن بوضوح والولايات المتحدة الأمريكية كذلك أعلن بوضوح بأنهما لن يتدخل عسكريا بمعنى لن يرسل قوات عسكرية من أجل الدفاع عن أوكرانيا في وجه أي غزو روسي ويكتفيان بمساعدة أوكرانيا بالعتاد العسكري بريطانيا وبلجيكا يدعوان رعاياهم إلى عدم السفر لأوكرانيا والولايات المتحدة بدأت بإجلاء عائلات موظفي سفارتها من كيف واشنطن تعطي الضوال أخضر لثلاث دول من حيف النيتو للتسريع في عملية نقل الصواريخ والأسلحة إلى أوكرانيا الجانب الأمريكي يعتمد أساسا على تحذيره وتلويحه بخيار العقوبات الاقتصادية الأقصى على روسيا من أجل أن تفكر روسيا في هذا الموضوع أي عملية غزو أوكرانيا ملفات استخباراتية تم كشفها من طرف بريطانيا تتحدث عن سعي روسيا للتغيير الحكومة في كيف وتنصيب حكومة موالية لها لتسهيل مهمة الغزو وهو ما تنفيه موسكو